مشاهدينا حول هذا الملف ينضم إلينا من بغداد نائب رئيس لجنة النزاها النيابية طالب شاكر سيد شاكر أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية بداية ضعنا في أجواء لجنة النزاها النيابية واستضافة وزير الدفاع بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لتقريرنا الذي يقدم يوم الشلاثاء القادم في أول جدسة الأسبوع القادم لمجلس النوار اليوم تم استضافة وزير الدفاع ومدة الاستضافة استغلقت ست ساعات قد تقول لي لماذا ست ساعات والاستجواب كله لم يأخذ مدى ست ساعات الاستجواب هذا كان فيه شقين الشق الأول هو استجواب سؤال من النائب وجواب من الوزير الشق الثاني المعلومات الخطيرة التي أدلى بها الوزير وهذه بحد ذاتها يحتاج إلى الوقوف عندها كثيرا اليوم من المعلومات التي أظهرها لنا الوزير هو القرص المدمج الذي يحتاج حقيقة إلى تحليل المعلومات وتقاطعها وهذا بالتالي سيكون مهمة القضاء أكثر ما يكون مهمتنا هذا القرص المدمج قد تكون فيه بعض الإدانة لبعض الشخصيات التي ذكرها الوزير ولكن إنصافا وحسب تحليل الخاص قد لا يدان به سليم الجبوري المعلومات الثانية التي أثبت لها الدليل الثاني الذي قدمه لنا وزير الدفاع هو الاستمارة الألكترونية التي صوت بها أعضاء مجلس النواب بنعم أو لا في الاستجواب الأول المعلومة المهمة والأكيدة اليوم نعم تفضل 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 سيد شاكر المعلومة المهمة التي أدلى بها اليوم وزير الدفاع نفى نفيا قاطعا وهو تورط أي جهة سياسية أو كتلة سياسية في ابتزازه أو طلب منه صفقات أو عمولات ما عدى الأسماء التي ذكرها في جلسة الاستجواب طيب سيد شاكر قلت بأن هناك قرصا مدمجا قدمة إليكم من قبل وزير الدفاع هل المعلومات التي جاءت في هذا القرص غير المعلومات التي أعلن عنها الوزير في جلسة استجوابه في البرلمان يعني نفس المعلومات ولكن تحتاج إلى تحليل وتقاطع معلومات وهذه من اختصاص القضاء لأن هذه المعلومات أصلا يعني القرص غير مصور القرص صوتي فقط ولكن يحتاج إلى تحليل مثل ما قلت وهذه مهمة القضاء طيب هل جاء هذا القرص وقلت أنه يحتوي على مادة صوتية فقط وليست صورية تسجيل مكالمات مثلا حصلت بين الوزير وبين من جاءت أسماؤهم في جلسة الاستجواب الوزير يقول كل الأدلة قدمت هذه القضاء هذا القرص يدلي بمعلومات أن هناك جلسة حضرها سليم الجبوري وبعض القادة من اتحاد القوى وناقشوا بعض الأمور وهذا القرص في قناعة أنه قد يدين بعض الأشخاص الذين ذكرهم ولكن لا يدين رئيس البرلمان سليم الجبوري نعم سيد طالب ولكن فقط حتى أفهم هذه النقطة بوجهة نظرك وأنت استمعت إلى ما جاء في هذا القرص هل كانت الأصوات الواردة في هذا القرص عن طريق تسجيل مكالمات حصلت بين الوزير وبين آخرين أم هناك جلسات كانت بينهم وسجلت تلك الجلسات لا لا جلسة جلسة لاتحاد القوى بعض من شخصيات اتحاد القوى في مكان كلهم مجموعون بما فيهم رئيس البرلمان العراقي ومحمد الكربولي كان الصوت الأوضح والأبرز للنائب محمد الكربولي قلت بأنك بقناعتك الشخصية أن ربما المعلومات المتوفرة حاليا من خلال هذا القرص لا تدين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ماذا عن الآخرين ومن غير محمد الكربولي الذين وردوا في هذا القرص المدمج كثير من الأشخاص هذه مهمة القضاء أنا لا أستطيع البوح بكل المعلومات ولا أستطيع التسريب بها لأن هذا شيء مؤتمنين عليه مجرد أعطي صورة خطوط عريضة للمشاهد الكريم ولحضرتكم طيب كيف خرجتم أنتم كلجنة بعد هذه الاستضافة التي دامت لست ساعة ما هي القناعة التي خرجتم بها حتى الآن على الأقل يعني القناعة غدا لدينا اتضافة للنائب محمد الكربولي وللنائب طالب المعماري نقاطع المعلومات سنخرج بحصيلة مهمة سنقدم تقرير نوافي وشامل للبرلمان قد نفك اللبس الذي حصله داخل الجلسة لأنه مثل ما تعرف أن الجلسة خرجت عن إطارها الطبيعي وهناك صياح وأصوات عالية قد شوشة وأصبح الضبابية لدى أعظام مجلس النواب في نقل الصورة الحقيقية تقريرنا سيفك اللبس لكثير من أعظام مجلس النواب في ظهار الحقيقة طيب سيد شاكر يعني من خلال أيضا ما استمعتم إليه من هذا القرص المدمج والذي استمر لست ساعات يعني الذين مثلا حضروا أو الذين قال وزير الدفاع بأنهم كانوا موجودين في هذا التحالف كل الجهات كانت موجودة في هذا الاجتماع القرص لم يستمر ست ساعات لا لا نعم فمدتها ست ساعات تمام تمام أعرف ذلك ولكن أقصد هل الجهات في اتحاد القوى كلهم كانوا موجودين في هذا الاجتماع بحسب ما استمعت أنت إليه يعني أغلب الشخصيات المهمة كانت موجودة طيب أشكرك شكرا جزيلا كنت معي من بغداد نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية طالب شاكر ترجمة نانسي قنقر